192 ألف سوقا جواريا على المستوى الوطني جمد أشغال إنجازها أو لم يباشر في إنجازها بعد بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد هذا ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح قال إن هذا العدد قليل في حد ذاته إذ ما قورنا بعدد الأسواق الجوارية حيز الخدمة حاليا 192 ألف ممكن ولكن ما هيش كاملة هذا رقم ربما الرقم هذا اللي تمد هو من شرع في إنجازه ومن لم يشرع ما زال ما شرعوش في الإنجاز وراء محطوط يشير باقي ولكن ما زال ما مشاش نالي يبقى قليل لأن نحن رنامشين ونزيدوا عدد السكان يعني كنت شوفوا السكانة اللي توزع عبر العاصمة فقط يعني بالألاف صالح صويلح أكد أن أربعة بالمئة فقط من الأسواق الجوارية على المستوى الوطني تتمتع بالمعايير المعمول بها دوليا أما البقية فهي لا ترقى للمعايير المعمول بها رأي يعني كارثة بعض الأسواق رأي مهدمة بعض الأسواق اللي يعني نقوله ما كانش ثلاثة أو أربعة في الميال يرهم ناجحين صراحة ما مش أسواق السوق مثلا يدير فيه محل ميطر على زوج والله زوج ميطرات على زوج ميطرات لمحل كجاري هذا محل كجاري هذا السوق الجواري 192 ألف سوقا جواريا جمدا إنجازه ولم يرى النور في إطار سياسة التقشف أو ترشيد النفقات كما تفضل الحكومة تسميتها ليساهم هذا الأمر بشكل أو بآخر في سهولة تمويل المواطن باحتياجاته من مختلف السلعات ترجمة نانسي قنقر